مولانا رسول محمد كالي سؤال تاني حول الصلاة في المساجد التي بها قبور آه نعم الصلاة في المساجد التي بها قبور هذا من المسائل التي تصلح مثالا كيف يترك الإنسان فهم علماء المسلمين عبر القرون ثم يتمسك بظاهر لا يدرك معناه إما أن نحمل هذا الأمر على ذلك الظاهر الذي يريده هؤلاء النابتة فنجعل المسلمين من سلف الأمة وخلفها ضالين مضلين يعني إيه النابتة؟ حضرتك قلت نابتة مرتين يعني إيه النابتة؟ إذا فهمها؟ النابتة أخي الكريم الذين يتكلمون في العلم وليسوا من أهله أيوة الذين ديدنهم التفسيق والتكثير الذين يريدون أن يتسلطوا على رقاب الناس هذا الذي نراه حولنا ممن يريدون الانتساب ويدعون أنهم يتحدثون باسم الدين وهم لم يتعلموا ولم يتأهلوا ولم يدركوا مقاصد الشريعة يعني ما درس في الأظهر الشريف إنما قرأ على نفسه أو اجتهد من نفسه ثم لم تكتمل عنده علوم الآلة فأصبح يهرف بما لا يعرف ويتكلم من غير أن يتعلم قضية لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائه بمساجد هي المسألة تتعلق بالفرق بين اتخذ القبر مسجدا وبين أنه اتخذ على القبر مسجدا اتخذ على قبر مسجدا هذا الذي فعله المسلمون بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبره الشريف عندما وسعوا المسجد النبوية على قبره الشريف بأبي هو وأم صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في حياته لما دفن أبو جندل أبا بصير وبنى على قبره مسجدا كما جاء في مغاز موسى بن عقبة بالسند الصحيح وهي مغاز معتمدة أو هي أكثر المغاز اعتمادا عند أهل السير كما يقول الإمام مالك والإمام الشافعي في مغاز موسى بن عقبة جاء فيها أنه بنى على قبر أبي بصير مسجدا والصحابة صغار الصحابة كانوا أحياء عندما أدخل المسلمون أو أدخل سيدنا عمر بن عبد العزيز المسجد النبوي على الضريح المحمدي ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بمرأة من فقهاء المدينة السبعة لم يخالف أحد منهم وإنما تكلم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فيما تتغير به هذه الهيئة فلا يرى الناس زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا عندما تهدم الحجرات فقط ليس من أجل دعوة أن هذا شرك أو هذا وسيلة إلى البدعة أو غير ذلك مما يهوش به النابتة من غير أن ينظروا إلى فعل المسلمين عبر القرون ويقولون عباد القبور هذا هو العبث وهذا هو المفتاح ضلالة الخوارج أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما الشرك أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم يقول الإمام الحافظ بن عبد الباري رحمه الله تعالى ومن خاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يخف عليها فهو متعنت فهؤلاء متعنتون إذن فهذه المسألة مسألة اتخاذ القبور مساجد ليس المقصود منها بناء المسجد على القبر تبركا بالأنبياء والصالحين وإنما المقصود السجود إلى من في القبر وعبادته كما جاء في الحديث الذي فسر هذا اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد أيوة اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فجاء الحديث مفسرا لمعنى اتخاذ القبر مسجدا فأتى هؤلاء وفسروا الحديث بغير ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فسروه تفسيرا يجعل الأمة كلها فاسقة ضلت عن نبيها وهذا هو العبث وهذا هو الجهل بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله لما يدعو ربه سبحانه وتعالى اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد فيزعم هؤلاء أن قبره أصبح وثنا يعبد وأنه هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح هذه الأفهام علينا أن نرجع إلى أهل العلم حتى لا نقع في هذه المضلات التي تتهم سلفنا وخلفنا بالضلال انظروا إلى قبور علماء الأمة شرق الأرض وغربها الإمام أحمد بن حنبل على قبره مسجد الإمام الشافعي في مصر الإمام الأعظم في الأعظمية الإمام أبو حنيفة سيدنا عبدالقادر الجيلاني الإمام النووي في دمشق في شرق الأرض الإمام البخاري صاحب الصحيح الذي روى هذا الحديث الذي لا يفهمونه وكأن الأمة ضلت بعد نبيها وهذا خلاف الواقع وخلاف كلام الحبيب المصطفى يعني الأمر أصبح واضحا يا سيد محمد إلى حد لا يحتاج إلى تساؤلات أخرى اشتركوا في القناة